أكيد مشاهدين مستمرين معكم في تلقي كل اتصالاتكم وتساؤلاتكم حول هذا الفيروس الجائحة يلي طبعاً عم تنتشر في العالم اليوم وطبعاً بتساعد تفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم لم يتوفر بعد أي علاج ولكن العلاج الوحيد اللي هو اللقاح اللي نحن رح نعتمد عليه معنا أيضاً انضمت إلينا الدكتورة هند العواضي رئيس قسم تعزيز الصحة والتثقيف في هيئة صحة دبي أهلا وسهلا فيك دكتورة دكتورة يمكن اليوم دبي كمان يمكن من الإجراءات اللي أخذتها أجت تخذت كثير من الإجراءات تدريجياً ونصحت العالم جميعاً بالتباعد الاجتماعي أهمية التباعد الاجتماعي اليوم طبعاً دولة الإمارات اتخذت إجراءات وقائية واحترازية كانت سابقة لإعلان منظمة الصحة العالمية بأن هذا المرض هو وباء عالمي وبعد ما أعلنت المنظمة أن هذه وباء عالمي ووجهت دول العالم كلها بأنهم يزيدون من سقف إجراءاتهم الاحترازية والوقائية دولة الإمارات نزلت مجموعة من القواعد والإرشادات والأنظمة التي تساهم في السيطرة على هذا مثل إغلاق الحدائق مؤخراً مثل إغلاق كثير من المناطق قامت بأو قبل ما يصير الإعلان النوباء عالمي قامت بأغلاق المدارس فعلت النظام العمل عن بعد التعلم عن بعد وبعدين تبعت أن أغلقت الشواطئ والحدائق كل الإجراءات هذه كانت كإجراءات احترازية عشان نسيطر على عدم انتشار هذا الفيروس وطبعاً هذه دولتنا في قائمة أولوياتها هي صحة وسلامة الأفراد في المرتبة الأولى هذه أولوياتها ولكن قد ما تصدر الدولة هذه القرارات وهذه الإجراءات لا يمكن أن نسيطر على هذا الفيروس بدون تعاون الأفراد والمجتمع فهذا ننوه وننبه للجميع أن المفتاح السيطرة على هذا الفيروس هو التباعد الاجتماعي اقعدوا في بيوتكم الزموا بيوتكم لا تخرجون إلا للضرورة القصوى طيب للأشخاص اللي مثلكم يعني طبعاً أنتوا ومثلنا نحن كمان اللي لازم أن نكون موجودين بأماكن عملنا شوية الإجراءات اللي لازم عن جد كل شخص يتخذ على عاطق مسؤوليته لحتى يحد من انتشار هذا الفيروس لأنه كل شخص لازم يتعامل كأنه هو مصاب ولكي لا ينقل العدوى إلى خلاص يعني احنا كل واحد قاعد يعمل نفسه أني أنا يمكن أكون مصاب بهذا المرض فهو شي يسوي الإجراءات أني أنا أحافظ على مسافة كافية بيني وبينك مثل ما أنا وأنتي قاعدين على الأقل متر مثل ما بيني وبين الدكتور على الأقل مسافة متر واحد عشان احنا نقلل من الاتصال القريب بين بعض نتجنب الحضور الاجتماعات المزدحمة بالناس أو نلغيها حتى هذه الاجتماعات في العمل ونلجأ لاتباعدها من الاتصال. على الوسائل الذكية في عملنا نحافظ على نظافة الإيدين نحافظ على تعقيم أسطحنا أسطح مكاتبنا المكاتب أيضا لازم تعقم وتنظف بشكل غير المعتاد يعني أكثر من مرة في اليوم طبعا الشخص الذي عنده أعراض عدوى تنفسية طبعا هو المفروض يلزم في بيته يتجنب الذهاب للعمل يتجنب الخروج يعزن نفسه عن بقية أفراد عائلته يلبس الكمام يزيد من إجراءاته الاحترازية طبعا السلام يكون عن بعد طبعا احنا كعرب نحب احنا يعني نسلم ونحظن ونقبل لكن هذه الأشياء احنا راح نلغيها من حياتنا الاجتماعية في هذه الفترة نكتفي بالسلام عن البعد عن بعض الواحد لما يعطس أو يكيح يستعمل المنديل أو باطن الكوع الخروج إلا للضرورة القصوى يعني احنا نعيد ونزيد لا تطلعون إلا للضرورة القصوى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر